اهلا بكم مؤكدة ان انكار المدانين للتهم المسندة اليهم وما يثيره من الشيوع الاتهام وتلفيقه وكيديته وان القضية السياسية لا يعد سوى ضرب من ضروب الدفاع للتنصل من مسئوليتهم عما اقترفوه المحكمة اكدت ان المشاركين في الواقعة دخلوا عقارا في حيازة اخر بقصد ارتكاب جريمة واتلفوه عمدا اكدت حيثيات حكم الطعن بالتمييز في قضية اقتحام المجلس ان المتهمين اقتحموا البوابة الرئيسية ووصلوا الى قاعة عبدالله السالم واقتحموها عنوة بعد مقاومة افراد الحرس الذين حاولوا منعهم من الوصول اليها انطلقت صباح امس مراسم يوم الدشة ضمن فعاليات رحلة احياء ذكرى الغوص الثلاثين بمشاركة مائة وخمسة وسبعين شابا من البحرية على ظهر ثلاثة عشر سفينة بينهم ثمانية عشر نوخذ وواحد وثلاثين مجدمية برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من جهته اعرب ممثل سمو امير البلاد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عدل مساعد الخرافي عن ساعدته لتمثيل سمو الامير في هذه المناسبة الرائعة واضف الخرافي في تصريح على هامش الفعلية ان تنظيم الرحلة سنويا يأتي بتوجيهات سمو الامير لاحياء التراث وابراز صور الماضي وتخليد ذكرى الاباء والاجداد والتأكيد على مدى اعتزاز وارتباط ابناء الجيل الحاضر والشباب بتراث الوطن العزيز وبماضيه والتعبير عن عرفانهم لتضحيات الرعيل الاول واستلهام العبر والمعاني والقيم الحميدة في التحمل والصبر والاعتماد على النفس والتوكل على الله سبحانه وتعالى دائما دعا زعيم التيار الصدري مختدى الصدر امس الامم المتحدة الى تكثيف جهودها من اجل دعم العراق واستقراره مطالبا الكتل السياسية بالتوقف عن جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حتى تتم الاستجابة لكل مطالب المحتجين في الجنوب وفي اول تعليق علني له على الاضطرابات التي تشتح الجنوب قال الصدر على موقع تويتر على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من اجل التحالفات وغيرها الى حين اتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحق وفي تطور اخر احرق محتجون عراقيون مقر حزب الفضيلة ومقر حزب الله في بغداد فيما اصيب 13 شخصا في ثمانية تفجيرات ضربت كاركوك شمال بغداد قتلت قوات الامن العراقية امس ثلاثة من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات بالموصل من المقرر ان يستعيد الرئيس السوري بشار الاسد السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل بعد موافقة مقاتلي المعارضة في المنطقة على شروط الاستسلام حيث توصلت روسيا والفصائل المعارضة الى اتفاق يقضي بتسليم الاخيرة مناطق سيطرتها في محافظة لقنيترا بالجنوب الى الجيش السوري ما من شأنه ان ينهي عملية عسكرية معقدة في منطقة تتسم بحساسية بالغة لقربها من اسرائيل وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ اتفاق اخر ترعته موسكو ايضا وتم بموجبه فجر امس اجلاء جميع سكان بلدتي الفوع وكفري المواليتين للنظام في محافظة ادلب شمال غرب البلاد بعد ثلاث سنوات على حصار فرضته فصائل مقاتلة واسلامية عليهما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي ان بلاده لا تريد ابدا ان يتكرر في محافظة ادلب السورية السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص ويشهده الان جنوب غربي سوريا للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة